في موضوع آخر ومن أجل تحرك عجلة الاستثمار والدفع في اتجاه نمو اقتصادي مستدام ومنتج لفرص الشغل ترأس اليوم رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء اجتماعا خصصا لتدارس سبل تذليل عراقل الاستثمار ومواكبة المقاولات وإعطاء دفعة جديدة لعمل مراكز الاستثمار الجهوية باقي التفاصيل في الروبرتاج لعبد الحامل المرابط وهيشام سوني تشجيع الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي منتج لفرص الشغل وتنزيل حزمة الإجراءات المرتبطة بتكريس الجهوية المتقدمة ولا مركزية الإدارية الكفيلة بتحفيز الاستثمار أولويات تصدرت ذا الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخ النوش رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء هذا الاجتماع يجي من بعد المجلس الوجاري الذي كان فيه الكلام على التعم الاستثمار والاستثمار هو في صلب المعادلة لأنه مطبط بالشغل وكان اجتماع لكي نرى كيف يمكننا نسهل العملية الاستثمار على المستثمارين بالخصوص للقطاع الخاص هناك آلية أساسية أحدثت بمبادرة ملكية ويتعلق الأمر بصندوق محمد السادس للاستثمار الذي كان قد خصص له غلاف مالي قدره 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق وسيعزز بمبلغ إضافي يبلغ 30 مليار درهم مواكبة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجهها المقاولات احتل حيزا هما من النقاش نرى كيف يمكن نشجع أكثر المراكز الاستثمار الجهوية التي كانت في بلدنا وكذلك نرى كيف نلقى الحلول البعض العراقي التي يمكن تكون عن المستثمر والمواكبة المقاولة إن شاء الله هذا وترهن الحكومة على الدفع بالمشاريع الاستثمارية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع إعطاء الأولوية للقطاعات الصناعية الموجهة للتصدير والفلاحة والعقار والسياحة فضلا عن المشاريع المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الوعدة من قبيل التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الأخضر